تأكيد مشاهدين الكرام أن مصر بتشهد طفرة عمرانية في الوقت الراهن لم تشهدها من قبل كل يوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بيفتتح مشروعات جديدة وكل يوم بيتم تخصيص أراضي لإقامة مناطق صناعية جديدة المدن الجديدة أصبحت النهاردة مصرح وبيئة خزبة لأنشطة الاستثمار العقاري والصناعي والزراعي وأيضا التجاري النهاردة في حلقتنا في برنامج مش بالكلام هنفتح معاكم ملف التنمية الصناعية والعمرانية في المدن الجديدة وهنقش مرحلة ما بعد تدشين وإطلاق المشروعات وده من خلال دفاية النهاردة واللي موجودين معانا في الستوديو المهندس عصام بداوي رئيس جهاز تنمية برج العرب والمهندس مجدي غازي نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية وزي ما قلت لحضراتكم في بداية حلقتنا أنهم لأول مرة بتجتمع هيئة التنمية العمرانية وهيئة التنمية الصناعية في برنامج واحد انتظرونا بعد الفصل أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل أننا النهاردة معانا فكرة مميزة جدا لأول مرة بتلتقي التنمية العمرانية مع التنمية الصناعية خليني أرحب في البداية بالضيفية اللي منورني النهاردة في الستوديو المهندس عصام بدوي رئيس جهاز تنمية برج العرب أهلا بحرارك معنا والمهندس مجدي غازي نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية أهلا بحرارك النهاردة معنا خلينا نقول أن تلاقيكم في زي ما بنقول في الإعلام نادر الظهور خاصة أن دايماً بيكون في أو أي مستثمر الإنجاز اللي بيتم على أرض الواقع من تنمية بيبقى حائر يعني التنمية العمرانية هي المسؤولة عنه بشكل مباشر ولا التنمية الصناعية بس هبتدي حواري من يسبق الآخر لو بنقول أن التنمية هل التنمية الصناعية هي اللي المفترض تكون سبق التنمية العمرانية ولا التنمية العمرانية هي اللي بتجذب التنمية الصناعية وهبتدي من اليومين من عند المهندس عصام بدل بسم الله الرحمن الرحيم هو طبعاً ما فيش يعني احنا ممكن ما بنظهرش كتير مع بعضينا في الإعلام لكن احنا متواجدين على أرض الواقع بتعاون مستمر ما بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية لأن هي أكبر مناطق صناعية بتبقى في المدن الجديدة وهيئة التنمية الصناعية هي اللي بتدير هذه المناطق بالتعاون مع هيئة المجتمعات واسعدتك سألت سؤال جميل جداً أن الاثنين لازم نبدأ مع بعضيهم ما ينفعش يبدأ تنمية صناعية وما فيش تنمية عمرانية تقابلها لأن العام اللي جاي للتنمية الصناعية عايز يسكن وعايز يعيش في مجتمع عمران متكامل طيب خلينا نقول هل ده بيطبق على أرض الواقع؟ يعني قبل ما حضرك تبتدي الحوار لكن دايماً كان عندنا مشكلات في التنمية الصناعية أو المدن الصناعية الغير مكتفية ذاتية يعني بلاقي أن فيه تنمية صناعية موجودة بلاقي أن فيه مشكلات بيعاني منها القطاع وبالتالي بتبقى فيه مشاكل في المنطقة الصناعية عارك شايف من التنمية الصناعية المفترض هي اللي تبدأ الأول ولا التنمية العمرانية؟ بص حضرتك هو التنمية الصناعية جزء من التنمية العمرانية بمعنى أن ما فيش منطقة صناعية مش موجودة جوه مجتمع عمراني جديد أكبر مناطق صناعية موجودة في مصر 6 أكتور والعشر من عمضان ظهرت لما بقى فيه مجتمعات عمرانية جديدة أنشأت مدن جديدة فيها بنية تحتية قوية تقدر تتحمل المناطق الصناعية لأن أول حاجة أو أول الأسباب لنجاح المنطقة الصناعية هو قوة البنية التحتية اللي تخدم المنطقة الصناعية المنطقة الصناعية بتحتاج مياه بتحتاج كهرباء بتحتاج طرق بتحتاج صرف كويس وعمر الحاجات دي ما هتتم إلا إذا كانت جوه مدينة قوية فيها بنية تحتية قوية تتحمل الجزء بتاع المنطقة الصناعية دي فدايما المنطقة الصناعية والملاحقة أو ملاسقة للتنمية العمرانية أي لو بنقول أن المهندس عصام بدوي بدأ في مدينة 6 أكتور وحضرتك الآن مسؤول عن تنمية مدينة برج العرب يعني مهامك شايف أن في الاتنين فيهم اختلاف وبعاد ولا المهام واحدة حضرتك يعني بدأت عمل معين في مدينة 6 أكتوبر وجهاز تنمية برج العرب قريب ولا بعيد وأنا مش بدأت في 6 أكتوبر أنا بدأت من قبل أكتوبر أن تاسع مدينة هي مدينة برج العرب الجديدة تاسع مدينة تاسع مدينة لأن أنا خدمت في بن السوف وقد دي منطقة صناعية وعمرانية وخدمت في تنمية خليج السويس ودي كتمناطق صناعية وخدمت في طيبة ولقصر وجديد مناطق برضو مجتمعة ما بين التنمية العمرانية والصناعية ثم المينيا برضو كذلك والعشر من رمضان و6 أكتوبر ودهت برج العرب ده ده يعني دي رحلة كفاق يعني الحمد لله يعني كل مدينة بالروحة بتبقى لها مشاكلها ومميزاتها وفيها بعض الملاحظات لازما علشان تكتمل التنمية فيها لازما نتلا فيها طيب مش ه يعني هرجع بحضرتك للمناطق اللي حضرتك توليت مهمها وهي بالتأكيد يعني وجودك فيها أو أن حضرتك النهاردة مسؤولة عن جهاز تنمية برج العرب بيخلينا نكتشف الفرق في السياسات بيخلينا نكتشف التقدم في المدن النهاردة بنتكلم على مدن الجيل الرابع بس خلينا نقول الفرق ما بين 6 أكتوبر وبرج العرب هو طبعا الفرق ما بين 6 أكتوبر وبرج العرب 6 أكتوبر طبعا حوالي 162 ألف فدان بتشمل برضو المدن الصناعية والمدن الأحياء المتكاملة بيسكنها حوالي 2 مليون نسمة برج العرب حوالي 50 ألف فدان فيها مناطق صناعية حوالي 12 منطقة صناعية وفي مناطق عمرانية بيسكنها دلوقتي حوالي 200 ألف نسمة فهتلاقي من المقارنة دي هتلاقي الفرق ما بين مدنة 6 أكتوبر ومدنة برج العرب ولكن المدن الجديدة عمتا بتبقى حضرتك احنا بنحط في هيئة المجتمعات مخاطط استراتيجي لأي مدينة يعني ما بنشتغلش عشوائي تمام بنعمل مخاطط استراتيجي بيبقوا عارفين الأنشطة اللي هي العمرانية فين الأنشطة الخدمية فين الأنشطة الاسمارية الأنشطة الصناعية وبنبدأ بنعمل برامج زمنية لتنفيذ الأولويات زي ما قال مجد بيه كده بنبدأ مثلا بالتوازي يعني ببدأ مثلا أعمل البنية التحتية للمناطق العمرانية وبالتوازي بأعمل البنية التحتية للمناطق الصناعية بحيث أننا لما أخلص ده حضرتك ويجي الساكن سواء صانع أو ساكن بيسكن في منطقة متكاملة المرافق بيلقى ميته وصرفه وكهربته وخدماته موجودة بحيث أننا بنبقى مدن جذبة مش طردة يعني مش يجيبه واحد مثلا يشتغل في منطقة صناعية وخليه مثلا يسافر على بعض الكيلور المطرات علشان ييجي مصنعه أو يجي بتاعه وبهمان بنوفر كمان عمارات سكنية لأصحاب المصانع الموجودة في المناطق بحيث أنه ممكن يأخذ عمارة أو عمارتين يوفر سكن ملائم للعامل اللي هو هيشتغل في مصنعه فهي المشاكل المدن يعني أنا مثلا مدينة 6 أكتوبر لما رحناها فلقينا مشاكلها مثلا يعني عدت مع سيدة الوزير ودرسنا دراسة لازم نتطور المحاور علشان التوسعات العمرانية اللي فيها لازم نحتاجة محاور في المستقبل تسع الكسافة العمرانية وكسافة العربات اللي فيها لما رحنا مدينة برج العرب برضو بس على أصغر فلقينا برضو حضرتك علشان ندفع التنمية وندفع عجل تسمار فيها إن احنا برضو المحاور الطرق هي المحاور الأساسية لجذب التنمية في أي مدينة صحيح فلما مدينة 6 أكتوبر على كبير محاورها على كبير لما رحنا مدينة برج العرب برضو محتاجة تطوير محاور بس على مكياس صغير محتاجة مثلا لكن دي مدينة المستقبل وانت حراك شايف إن النظرة والرؤية الكاملة للحكومة متجهة ناحية برج العرب والعالمين المساحة مابلنة برج العرب وستة أكتوب طبعا لما تقسمت كان لنا برج العرب قديمة وبرج العرب جديدة والمنطقة الصناعية والعالمين هل دوم كلهم مش وحدة وحدة في الجهاز الإداري؟ لا هو هي مدينة برج العرب الجديدة مع مدينة العالمين الجديدة تابع حيائة مجتمعات الرمرانية مدينة برج العرب القديمة تابع محافظة سكندرية فدي احنا طبعا حيات المجتمعات تمويل ذاتي بنصرف من المدن كلها بتصرف على بعضها بدون تكلفة الدولة اي اعباء مالية في مدينة بتبقى عليها مثلا اقبال وبتجيب مبارك كتيرة بتصب في المدينة اللي هي برضو لسه منشأة فبنكمل بعضينا بإذن الله والمدن كلها متكملة انا بكلم بالنسبة للحجم يعني بالنسبة 6 اكتوبر لما بقى 262 الف فدان اتسامت دلوقتي 3 مدن مدينة اكتوبر واكتوبر الجديدة وحضر اكتوبر لما تشوفي كل مدينة من دول هتلاقيها يعني تماثل في المساحة زي مدينة برج العرب مدينة برج العرب يعني هي لما رحنا عملنا خطة التنمية فيها بتعتمد على محورين السين طيب قبل ما ندخل في خطة التنمية وكمان عايزة اسأل حضرتك على الامكانيات المادية المتوفرة لديك هل تتناسب مع حجم المشروعات والطموحات اللي احنا فيها بس عايزة ارجع لمهندس مجدي اكتوبر وبرج العرب اكتوبر اكبر منطقة صناعية على مستوى الجمهورية برج العرب منطقة صناعية زي ما البش مهندس بيقول هي حجمها يعني يتناسب مع وضعها وفي الاخر هي اصغر حالك شايف صناعيا بقى المنطقة رايحة فين وزي ما قال البش مهندس يعني خطواتكم وتطوركم ورؤيتكم لهذه المناطق الصناعية فين خاصة ودي مدينة المستقبل زي ما بنقول برج العرب و اكبر مدينة او منطقة صناعية موجودة في اكتوبر بص حضرتك ومدينة اكتوبر زي ما قلت حضرتك من اكبر المدن الصناعية في مصر وعليها اقبال من المصنعين كبير جدا يعني اي حد يتمنى انه يملك مصنعه في جوه 6 اكتوبر ليه بش مهندس لان اولا خدماتها ممتازة فيها بنية تحتها تتحمل قربها من القاهرة او من القاهرة الكبرى يعني هي جزء من القاهرة الكبرى فالعمالة سهلة الحركة سهلة خدماتها على مستوى عالي جدا مدينة الى حد كبير موقعها انها ربطة بين الشمال والجنوب يعني 6 اكتوبر عشان توصلي اسكندرية سهل عشان لو مصنع ويصدر السعيد على الطرق المحاور الطرق موجودة بالنسبة لبرج العرب هي كانت بالنسبة لنا احنا كانت يعني في بدايتها فيها شوية موقعات للنمو الصناعي كان ابرزها الايد العملة عشان تنقلي ايد عملة للمنطقة الصناعية اللي في برج العرب كان بيبقى فيها صعوبة جدا على المصنع كان كل ناسه بتيجي من اسكندرية حتى تجربة وزارة النقل بان يكون فيه قطر وحيد كان فيه مشكلة كبيرة جدا ان وزارة النقل عايزة ركاب علشان تعمل القطر وخط السكة الحديد والمدينة الصناعية والتنمية العمرانية عايزة اقطر عشان تقول للركاب ولأصحاب المصانع ان فيه وسيلة مواصلات نظام يعني مين هيبدأ الاول يا فندم دايما المواطن بيروح للمكان اللي فيه خدمة يعني لازم الخدمة تسبق وانا مش هروح واعد لحد دمال خدمة تجيلي لحد دمال خدمة تجيلي بس في اكتوبر مستثمرين كتير بيكلموا ان الحدد دلوقتي مفيش خط مترو بيربط العاصمة بمدينة 6 اكتوبر بس حضرك اكتوبر فيها الطريق اللي هو الوحات اللي هو الفيوم الوحات وطريق اللي هو محور 26 على فكرة انا حضرت يعني اكتر من عشر اجتماعات مع وزراء مختلفين بيجي المستثمرين يقولوا للوزير احنا على استعداد ان احنا نعمل هذا الخط على نفقتنا الشخصية والحكومة يعني لو هتعتبروا تبروا تعتبروا تبروا ليه ما فيش آلية للتنفيذ دي خطة بقى استراتيجية للمدينة مين المسؤول عنها هيبقى الجهاز او اهد المجتمعات احنا جزء اكتوبر السابق معايدة وبعد إذن مجد بيه احنا في مدينة 6 اكتوبر زي ما قلت لسيادتك يعني تنبأنا للمشاهدة دي بسرعة جدا وفيه المحور الاساسي الشوريان الاساسي اللي هو محور الوحات وفيه محور 26 يوليو وفيه محور اللي هو الاوساطي ووصل الدشور الشمالية المحور دي حضرتك احطنا لها خطة تنمية وتطوير بحيث ان احنا بنعمل المحور دي هي مدروقات المتنفذ طريقين وما بيسعوش حركة النقل التقيل ولا النقل الخفيف ولا الملاكي فاحنا عملنا خطة لتطوير المحور دي بحيث ان احنا نعملهم اربع طرق بنفصل النقل التقيل على النقل الخفيف ونعمل طريق مختص بالنقل التقيل والمحور دي وفيه 15 كبري دوقتي بتنفذه في اكتوبر مع الاربع محور دول اللي هو محور الوحات ووصل الدشور الشمالية ووصل الدشور الجنوبية الطريق الدائري وفيه نفاقين بيتعاملوا دلوقتي اللي هو تقاطع الدائري مع الوحات بحيث انه اللي هو كان بفيه تكردس مروري جامد جدا عند خروج المصانع اللي داخل الدائري او اللي جامد الدائري طالع الفيوم فالنفاقين دول هيبقى من فوق بعضيهم هيفوقوا التكردس ده بالاضافة اللي فيه حوالي اكتر من اربع يوترنات علوية بحيث ان طريق الوحات ده يبقى طريق حر مع وجود كباري لربط المحاور اللي هي الدائرية مع طريق الوحات فده بإذن الله كده يمكن خلال سنة ولا سنة ونص المحاور ده كلها تكتمل وفيه مشكلة للزهاب والخروج من مدينة ستة اكتوب بالاضافة ان حضرتك انت بتقول المتر والحاجات ده كلها وفيه خطتين دلوقتي لربط اكتوبر بالعاصمة اليدارية والقاهرة يعني فيه اللي هو والطرحه فعلا يعني احنا بنقول على امر الواقع قبل انا ما سيب من اكتوبر الطرح اللي هو المونريل اللي هو القطار المعلق اللي هيربط المنطقة الصناعية واكتوبر والشيخ زايد بوسط البلد ودلوقتي هيوصل للعاصمة كانوا حضرتك لا ده المونريل ده هيربط يعني فيه اتنين المونريل المونريل هيربط الكهارة الجديدة مع وسط البلد وهربط ستة اكتوبر مع وسط البلد بحيث ان سيادتك هتركبي تركني عربيتك في موقف متكامل في كافتريات وعلى اعلى مستوى بتركاب المونريل تلت ساعة تكوني في وسط الكهارة تقضي مشوارك وترجعي تقضي عربيتك وتروحي بيتك ده هيحل عصفلين يعني هنضرب عصفلين بحجر واحد اول حاجة ان انت مش هتنزل بعربيتك جوه الكهارة وهنخف التكدسات المونريل النزلة من اكتوبر على الكهارة تاني حاجة ان انا بضمن وسيلة مواصلات بمحددة الوقت يعني تلت ساعة ما بين اكتوبر يعني هيصل لاخر مناطق صناعية هيربط مناطق صناعية كلها بمدينة اكتوبر من عند الحصري الشيخ زايد هيخش من على المحور على بولاء في حيث ان انت بتنزلي منه على المترو بتقضي يمكن انت مجربة لما انت بتنزلي بعربيتك في وسط البلد يمكن ما بتعتليش هم المشوار اللي انت راحا له قد ما بتعتلي هم ركن عربيتك صحيح فانت هتركيني في عربيتك في اكتوبر في جراش ومواقف على اعلى مستوى وتسيبيها في تحت امن وحراسة وترجعي تاخذيها بعد ما تقضي مشوار وميزة جديدة الحراك بتتكلم عليها محددة الوقت احنا في مصر ما نتقدرش تدي معايد محدد لا ما هو اقول لسهاتك فيه تلات تجاهات انا بتكلم على اكتوبر بس انا ما اعرفش ربنا يسهل بقى والناس تسمح لانا بتكلم على اكتوبر لانا نلسبتها لانا لا بس دي معلومات مهمة المشروعات دي حضرتك ده اتجاه اتجاه التاني حضرتك طرحنا اللي هو شبكة الاوتوبيس اللي هو عالي الجودة اللي هو بيبقى مزود مكيف والوي فاي والحاجات دي كلها وهتتعمل له محطات واللي هو الطريق اللي هو بيبقى ليه مصار محدد اللي هيربط الجيزة باكتوبر بحيث انها تبقى برضو فيه محطات وشاشات محددالك الاوتوبيس رقم كذا هيجي الساعة كذا او في الوقت الفلان او بقيله خمس ازاي ويصل ده حضرتك طرح ورسل على شركة برضو بتنفذ المحطات الخاصة بيه ويمكن يمكن نخش حيث التنفيذ ممكن خلال ستة شهور ولا حاجة شايف يا بش مهندس التطوير والتطور في التنمية العمرانية وتقديم خدمات للمناطق الصناعية والسكنية هل فكر التطوير ده وهما محظوظين حاليا ان عندهم يعني رئيس وزراء وبيشغل وزير الاسكان وبالتالي الرؤية عندهم اوضح هل ده موجود في التنمية الصناعية لو بنتكلم على مدينة برج العرب مدينة المستقبل اللي الكل بينظر لها دلوقتي هل اولويات الحكومة ان انا بيكون عندي رؤية دلوقتي ان انا هنمي هنا ده بيخلي اجندة التنمية الصناعية تتغير لتتواكب مع اللي بيحصل على ارض الواقع ولا انا عندي ملف بيقول انا حطرح السنة دي كم قطعة ارض اطرحوا ما تقدم لهمش حد هعيد المزايدة تاني طيب لا اصل سعر الارض عالي اصل المستثمرين عندهم مشاكل اولوياتكم واجندتكم في التنمية الصناعية بتتوكوم على ايه خاصة ان انت وزير الصناع بيتغير كل شوية فما انتم مستقرين أنا قلت في بداية كلام إن إحنا والتنمية العمرانية ماشيين جنباً لجنب دايماً التنمية الصناعية مع التنمية العمرانية كون إن هو التنمية العمرانية بدت تطور فهي تطور المدينة اللي هتبقى فيها المنطقة الصناعية فبالتالي المنطقة الصناعية أوتوماتيك هتتطور هو المنطقة الصناعية إيه هي؟ زي ما قلت لحضرتك هي خدمات وبنية تحتي طالما المنطقة الصناعية هيبقى فيه يصرف إن العامل يوصل هتزود كفائتها طالما أن العامل اللي هيبقى موجود ممكن يسكن في المدينة ويلاقي خدماته يبقى مش يحتاج أنه يتنقل من حتة الحتة هيسكن في نفس المدينة دايما إحنا والتنمية العمرانية جنبا لجنب ما فيش تنمية صناعية من غير تنمية عمرانية وما فيش تنمية عمرانية من غير تنمية صناعية بس التنمية الصناعية لها أولوية لأن بالتأكيد وإحنا بنتكلم على أن عايزين سكان عايزين مدارس عايزين خدمات الخدمات دي لازم في الأساس بيكون في فرص عمل فرص العمل اللي بيخلقها التنمية الصناعية صح؟ صح طيب عملتوا إيه لتوفير فرص عمل ويه؟ لوجود مصانع في المدن الجديدة خليني أعرف من حضرك ده بعد فاصل قصير مشاهدينا فاصل قصير ونعود ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام واسمحولي أن أرحب بديفاية اللي موجودين معايا في الستوديو نهاردة مرة تانية أهلا بحضراتكم معايا أهلا بك أهلا بك أهلا بك يباش مهندس المفترض أن الصحراء الأساس في التنمية واللي خليني أنا كمواطن أو مستثمر أو عامل أروح لمنطقة تانية أني ببحث عن فرصة أفضل فرصة بالتأكيد بتكون فرصة عمل وبالتالي التنمية الصناعية هنا عليها دور وعبء كبير جدا في توفير فرص عمل خاصة وإحنا بنقول أن الحكومة منذ فترات بتقول أن ما فيش وظايف في القطاع الحكومي فالاتجاه كله لبناء المستقبل الأفضل وعلشان المشروعات اللي الدولة يعني بتبزي المجهود لإنشاءها وعلشان المواطن يكون حاسس أن هو بيحصل على سمار هذه التنمية لازم يكون عنده فرصة عمل جيد دور التنمية الصناعية بقى هنا فين؟ دور التنمية الصناعية هو إيجاد فرصة عمل للمواطن المصري وعشان كده إحنا بيبقى لنا خطة في البناء كذا مصنع في كذا سنة على سبيل المثال يعني إحنا الفترة اللي فاتت إحنا طرحنا حوالي 30 مليون متر ده صناعي 30 مليون متر دول موفرين في المدن الجديدة حوالي 2000 مصنع وفيه في الصعيد 1700 أو 1570 مصنع كل دي مصانع ابتدينا أن إحنا بس عشان برضو نبقى مستوعبين أنا لما ابتدي التنمية الصناعية النهاردة حضرتك تحس بأثارها بعد ثلاث سنين بعد ثلاث سنين؟ ليه؟ أنا حضرك أنا بوفر دلوقتي البداية اللي هو بوفره الأرض اللي يبني عليها المصنع اللي عمل عليها مشروعه بنيديله تلاث سنين اللي هو يبدأ يصمم مصنعه يبدأ يبني مصنعه يبدأ يجيب مكنات لمصنعه يبدأ يشغله المدة الزمنية اللي احنا بنيديها للمقصص الأرض تلاث سنين الحاجة الوحيدة اللي الدولة حاولت تكسر الحاجزة وتقلل المدة اللي هو مصنع الجهز بالترخيص اللي الدولة بتبني المصانع وتديها للمصانع يشغل في خلال سنة بتديله سنة بقى اللي هو يبدأ يجيب مكانه ويجهز حاله ويبدأ يشغل في كلها للسنة يجيبها لأي مصنع مين المصنع اللي زي ما حضرتك بتقول كده هيحصل على مصنعك برخصتك هل ليه شروط؟ يا فندم أي حد ممكن يحصل إزاي أي حد المصنع بتطرح للناس كلها أنا أقول لحضرك إحنا طرحنا السنتين اللي فاتوا أو السنة اللي فاتت طرحنا حوالي 730 مصنع 730 مصنع بنسبة 90% تقريبا خلاص استكنوا في منهم في مرغم تقريبا الإشغال مية في المية استادات تقريبا أنا شفت وصورت في مصانع استادات بس خلينا نقول أن التمويل لو أنا هدفي من الأساس تشغيل هذه المشروعات فأنا بستهدف الشباب بالضبط الشباب يعني حيحصل على المصنع وبالتأكيد حضرتك عارف أن أسعار الأراضي بقت مبالغ فيها في ظل الحركات اللي بتحصل في الاقتصاد المصري والتنمية العمرانية الغير مسبوكة اللي مصر بتشهدها خلت الأرض لها سعر مختلف بص حضرتك هو بالنسبة للمصانع المصنع جاس بالترخيص أنا ما أعتقدش نهاء لأن الهيئة بتديه للمستثمر بتمن التكلفة بالضبط لأي هارجعت أتني أنت على نفس السؤال لأي مستثمر أنا أقول لحضرتك للمستثمر اللي يقدر اللي عنده 25% أنه يقدر يبقى صعب مصنع بمعنى يعني خلينا واضحين ونبقى صرحة مع نفسنا عشان يبقى فيه تنمية فعالية لو أنا عندي 15 مليون شاب دول أعايزين يشتغلوا هل معنى كده أن أنا أديهم 15 مليون مصنع لا طب ليه لأنه مفروض كل مصنع هيشتغل فيه شباب فلو أنا عندي أبدي مثلا بس لو 15 مليون شاب أعملت نص مليون مصنع فأنا عايز من 15 مليون شاب دول النص مليون اللي يقدر يبقى صاحب مصنع عشان يبقى صاحب مصنع ويبني مصنع يشغل بقى اللي 14 ونص التانية يعني لو قلنا كل مصنع هيبقى فيه 30 شاب أو شغل 30 فرصة عمل يبقى لو النص مليون هيوفر لي 15 مليون فرصة عمل طيب المصنع اشتغلت؟ فيه مصنع اشتغلت استداد فيها مصنع بتنتجي النهاردة وبقدر فيها مصنع بتنتجي النهاردة طيب هنا بقى العلاقة ما بين جهاز التنمية الصناعية وجهاز التنمية العمرانية يعني قيل ان بسبب اسعار الاراضي اللي طبعا هيئة التنمية العمرانية نتيجة ان بقى فيه مشروعات كبيرة عملاقة بقى فيه رؤية وبقى فيه تهافت من المستثمرين على هذه الاراضي ارتفع سعرها؟ صحيح؟ لا وزي ما قال مجد بيه كده فيه حاجتين الدولة بتدعمهم محدود الدخل واللي بيجي بشجاهه عشان يعمل مصنع تمام الاتنين الدولة بتدعمهم سواء لو انا حسبت حضرتك لو انت شفت متر الارض مثلا ببيعه بكذا في المنطقة الصناعية وشوفي ببيعه للمستثمر اللي هو جاي يعمل مشروع استثماري هيكسب منه تجاري او خدمي والحد كلها فبتعرف حضرتك ان اي رئيس هيئة دلوقتي لازم يبقى حافظ الارقام انا بقول لسيادتك لو قول ما دلوقتي الاسعار حاليا انا بقول لسيادتك لو انا طرح في مزايدة في مزايدة حضرتك دلوقتي مشروع مثلا جامعة ولا مشروع تجاري بيصل المتر بالسبح تلاف جنيه والعشر تلاف جنيه لما بديل المصنع بيبقى مثلا بيتتفاوت ما بين مدينة واخرى يعني مثلا في الصعيد الدولة بالدعم اكتر في المدن التانية اللي عليك بال الدولة بالدعم مثلا بالنسبة معينة طيب لو بتكلم على برج العرب على برج العرب المتر حضرتك بمقابل لنا ببيعه مثلا بسبح تلاف للمستثمر العادي ببيعه بسبعمية وسبعين جنيه للمصنع هل ده موجود؟ يعني انا دلوقتي لو عندي ده ده بقول لك اخر اسعار جاية على 2018 كمان بشمعاندس لو عايز اعمل مصنع في مدينة برج العرب باصطناعي هل فيه ارض؟ هو فيه ارض حضرتك دلوقتي احنا بننصق مع التنمية الصناعية اما فيه 12 منطقة صناعية فيهم اكتر من 2600 كتعة ارض متبعين حوالي 95% منهم وفيه طبعا اراضي بتسحب وبتباع برضو المستثمرين جدين فيه اراضي احنا بنخططها اكتر من 3000 فدان بنخططهم بالتنصيق مع التنمية الصناعية سواء احنا بنقوم بترفيق جزء منهم او التنمية الصناعية بتقوم بترفيق جزء منهم وبمشيط ربنا يعنينا لسه كنت بالتنصيق مع مجدبي هزيتعامل زيارة للمدينة وبمشيط ربنا هنشوف يعني قلية ان احنا برضو نروج لهذه المناطق زي ما قلت لحضرتك مين لي الحق في الولاية على هذه الارض؟ لا التنمية الصناعية يعني ما شوف مستثمر يكون عايز يعمل مشروع فيروح جهاز تنمية برج العرب فيقول له لا حضرتك لازم تخاطب هيئة التنمية الصناعية لان هي وفقا للقانون هي لها حق الولاية على الاراضي الصناعية هنا المستثمر بيبقى حيران فيروح هنا لا دا عايز يدي له ورق ولا يمضي له على اي خطبات ويروح التنمية الصناعية يبقى الان ان جهاز برج العرب مثلا كمثال مش تحديدا هو اللي للولاية على الارض بشكل فعلي مش وفقا للقانون لا انا محترم الحضرتك وكل مستثمر دلوقتي عرف حقوقه وواجباته دلوقتي عرف ان الاراضي الصناعية بيروح بيتوجه له هيئة التنمية الصناعية وفيها الشباك واحد دلوقتي بيقوموله بكل الوجهات اما فيه لو فيه مشاكل بقى متعلقة او فيه موضوعات متعلقة ما بينه وبينهم فهم برضو دلوقتي اتفان ان هما بيقوموا بكل حاجة يعني مثلا تنازلات بيع شيرة حد كلها هو بيقوم بالتصارف ده ويبعث لي انا كهيئة مجتمعات وحيط علما بما تم من اجراءات حيث ان لو فيه مستحقات على المستثمر انا بوفيها لكن ترخيص مباني ترخيص تشغيل كله دلوقتي هيئة التنمية الصناعية ولكن فيه حاجات متعلقة بنتعاون ما بيننا وبينهم في حل مشكلة وطبعا المجد بيبرقص مجد لجنة حل المشكلات اللي هي لو فيه اي مشكلة متعلقة ما بيننا وبين هيئة مفترض عمرانية هو بيحلها على طول يعني كم مشكلة لا استنيني بسا كم متعلقة ما بين هيئة التنمية العمرانية وهيئة التنمية الصناعية حضرتك حلتها لا استنيني اكمل بس موضوع الشباب عشان وده موضوع مهم حضرك قلتي الشباب الموضوع اللي هو المصنع الجهز بالترخيص حضرك احنا قلنا بالتكلفة بالاضافة انه هو بيدفع 25% بس وعملنا بروتوكولات مع خمس بنوك انه هما بيدولوا اللي هو مبادرة الرئيس اللي هو القرد اللي هو الخمسة في المية المتنقص يعني هو بيمولوه كمان شرق الوحدة بالاضافة انه هو بيمولوه للمعدات يعني بعد كده ما فيش مساعدة للشباب يعني هو مجرد انا عايز اللي معاهي 25% من تمن تكلفة الوحدة والباقي كله الدولة تقريبا يعني تكون امواله الشخصية مش اموال التمويل اللي هيحصل عليها لا يا فاند ما ينفعشي اللي جاي ما يبقاش معاه حاجة خالص زي ما قلت لحضرك يعني هو سعر المصنع كامل باش مهندس من اول لتنين مليون يعني المفترض يكون معاه 500 ألف جنيه بالزبط شاب عنده فكرة وعنده مشروع او هو صاحب حرفة وفكر واصبح عنده حلم انه عايز يبقى عنده مشروع ومصنع لازم يكون عنده 500 ألف جنيه بس يبتدي انه يبقى صاحب الارض لا يا فاند صاحب مصنع جاهز انا بتكلم مصنع جاهز منتظر الماكينات لو معاه 500 ألف جنيه وده حد قدنى زي ما حضرتك قلت وحصل على المصنع هل حضرتك تدمره انه يحصل على التمويل؟ اه ازاي؟ لانه هو لما بيقدمني انه عايز الوحدة انا باخد منه درس الجدوى وانا اللي بديها للبنك وبتأكد الاول ان البنك هتمول اه همول بخصص له الوحدة بالتمويل بيدفع 25% والبنك بيدفع 75% بالقارد بلص انه هو كمان بيديله بعد كده يعني بإجراء تاني ومفاصل تمويل الماكينات فانا ما بديش الوحدة الا لدرسته اللي هو فاهم بقى زي ما حالك قلت عارف هو يعيز ايه وعشان خاطر انا دلوقتي لو انا عندي زي ما قلت لحضرتك الف فرصة اديها الافضل الف واحد صحيح وهي عشان انا لو يعني فيه ناس بتقول ان احنا يعني بنصعب لا احنا بنختار صح لا وتقال بس حرك ما تزعلش مني لان انا عايز اعرف في الحقيقة ان اللي حصل على هذه المصانع الشركات الكبيرة اللي قدرت انها يكون عندها تمويل وعندها صناعة وموجودة ولم يستفد من الشباب هاتي لي اسم الشركات دي يا فن لا انا عايزة حضرتك ما انا بقول حريق الكلام ده مس صح وبالدليل اللي موجود المصانع موجودة والمخصص لهم موجودين وحضرتكم ممكن تعملوا زيارة للمصانع واتشوفوه بكل تأكيد يعني انا ممكن نصور حلقة من المصانع ونشوف مين اللي تشتغل على ارض الوقت ونطلع على السرات ونطلع بدر شوف حضرتك هل فيه شركات كبيرة ولا لا خلينا ننتقل الى المحور التاني من السؤال وكنا بنتكلم على التنمية الصناعية يعني نويين على ايه يعني حق الولاية على الاراضي الصناعية فعلا لهاية التنمية الصناعية ومين اللي يضمن المستثمر ان انجازاته واجراءاته وزي محرك كنت بتكلم اشباك الواحد ده فانت ما انا بكلمك على واقع دلوقتي يعني دلوقتي اي مستثمر بيجي التنمية الصناعية كل اموره بتخلص من عندي هو فيه حاجة واحدة بس يعني برضو احنا زي ما قلت ما فيش فصل بين التنمية يعني احنا دولة التنمية الصناعية جزء من دولة فيها التنمية العمرانية وانا التنمية الصناعية جزء من مدينة المدينة دي ملك الهائة المجتمعات العمرانية فانا لما باجي هعمل اجراء عقاري على قطعة الارض الخاصة بالمصانع اللي هو جوه المدينة فكل العلاقة دلوقتي بيني وبين جهاز المدينة ببعد بقوله ديني استعلام عقاري وقانوني ومالي عن القطعة دي عليها مشاكل ولا لأ لان هو صاحب المدينة لانا فهمت باش مهندس ان الشباك الواحد ده يا فاند ده اجراء بيني وبينه ايوه الشباك الواحد ده اجازه ان انا بريح المستثمر ايوه فاند وبقوله اجراءاتك اللي المفترض هتتخذها منعا لزي ما كنا بنقول قبل كده فساد المحليات او الفساد ان الموظف لي حقوق او هو صاحب ان هو يمضي او ما يمضيش او يستلم او ما يستلمش وبالتالي كان فيه العنصر الكتابي او الورقي هو اللي كان بيسبب مشكلة فساد فالنهاردة الشباك الواحد هدفه ان كل حاجة تبقى بالصوت والصورة امام رئيس الجهاز وامام الدولة صح صح طيب لما يجي الشباك الواحد اللي هو اساس عمله ان انا كمستثمر او كمواطن عندي موضوع بيخص الجهاز ان اروح الشباك الواحد اقول له حضرتك انا مثلا عايز اعمل مصنع ايه الشروط اللي المفترض حضرتك طالبها مني عشان اعمل مصنع يقول لي لا لا انت مش من حقك تتعامل معي انت عايز اعمل مصنع اروح التنمية الصناعية اروح التنمية الصناعية يقول لي لا انا اه وفقا للقانون انا صاحب الولاية على الاراضي الصناعية لكن على ارض الواقع الارض تحت سيطرة جهاز التنمية هنا بقى المستثمر ده المفترض يعمل ايه ما بيحصلش كده في الاراضي الجهاز لا بقى اللي بيحصل عايزين منعرف ايه اللي بيحصل من الناحيتين هقول لي حضرتك اللي بيحصل دلوقتي ان اجيز المدن بتورد كل الاراضي الفاضية اللي عندها اللي جوه مناطق الصناعية عندها لهاية التنمية الصناعية وهي التنمية الصناعية هي اللي بتخصص دلوقتي وده تنسيق بين الاتنين لما بتجيلي الاراضي بابدأ انا يعني لو جاتلي مثلا من برج العرب جالي النهاردة قاموا بسحبة او قطعتين وهيجهزوا ترفيق مية قطعة فانا انتظر لما يبقى فيه رقم وبعمل طرح للمدينة ديت ونزلوا الكلام ده ما بيتأخرش وابدأ انزلوا بالاشتراطات اللي هي بنحاول فيها ننتقل مستثمر ونبعد عن السماسة فيه ناس كتير جدا زي ما بقول حضرتك بتتهم التنمية الصناعية بتصعيب الإجراءات لا التنمية الصناعية وده دورها انها تنتقل مستثمر الصح للارض لان الارض احنا كلنا عارفين ان الاراضي الصناعية حاليا عددها اقل من الطلب فانا الافضل ليه ان اللي في ايدي اختار لي افضل عناصر تمسك الارض دي وتبني عليها مشاريعها موضوع الشباكة الواحد كل الاجراءات اللي بيني وبين الجهاز دي بتتم بيني وبين الجهاز هما بشوفهاش يعني اللي انا قلتها الحضرتك ده ده بيتم بيني وبين الجهاز لكن المستثمر بيجي عندي وياخد خدماته من عندي في الاخر لا بيرهش الجهاز طيب خلينا نقول ان الرئيس مع وزير التجارة والصناعة الصابق كان ليه مقولة شهيرة جدا ان احنا عايزين مصانع تشتغل عايزين صناعة وطنية على ارض مصر لو ما كانتش وزارة الصناعة قادرة انها تنفذ هذا الحجم من المصانع تقول علشان في جهات اخرى تقدر انها تترجم ده الى واقع خلينا نقول ان الملف والعبء كبير على هيئة التنمية الصناعية عايزين نعرف خطاتكم للمستقبل احنا رايحين فين وكمان على جهاز تنمية برج العرب الاحلام والطموحات كبيرة على مدينة المستقبل حضرك عندك تحدي كبير جدا ان احنا بنتكلم على مدينة العلمان اللي المتر فيها اصبح مبالغ فيه جدا لكن على ارض الواقع حضرتك بتشوف ان دي مدينة سياحية اعلقتها بالتنمية العمرانية وبالمناطق الصناعية عايزين نعرف خطة تطوير حضرتك واحلامك لبرج العرب وازاي ممكن تكون شبيهة او على وشك الوصول لمدينة اكتوبر احنا مش هنسبكم غير لما نعرف هذه الاجابات وعلشان كده انا هنهي حلقتي النهاردة لكن هبتدي معاكم حوار جديد انتظرونا الاسبوع القادم احنا مكملين لحد ما نعرف خارطة الطريق لمصر في التنمية العمرانية والتنمية الصناعية المشروعات اللي احنا كل يوم بنشوف ان الرئيس السيسي بيفتتحها لو ما كانتش هذه الاليات موجودة وعارفة احنا رايحين فين ولو ما كانش المواطن والمستثمر مشارك فيها علشان مش بس يحس انه مستفيد لا يحس ان ده ترجمة حقيقية وان احنا بنروح كدولة بشكل كامل للأفضل بشكركم مشاهدينا الكرام ومع خالص تحياتي منال السعيد وانتظرونا في تكملة لهذه الحلقة الاسبوع القادم اشتركوا في القناة